توجه الرئيس اللبناني العماد مشيل عون إلى اللبنانيين في الذكرى السنوية الثانية والعشرين للتحرير بدعوتهم إلى وحدة الصف التي أثبتت جدوها وكانت قادرة على مقارعة آلة العدو العسكرية معتبرا أنها وحدها قادرة على إنقاذ لبنان وقال الرئيس عون في تغريدة على صفحة رسمية على موقع تويتر في ذكرى التحرير نتثبت مجددا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر